انطلاقا من رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى وضع المملكة العربية السعودية ضمن مصاف الدول المتقدمة انطلقت رؤية خاصة للارتقاء بمحافظة العلا والتي تحلوي بين جنباتها على عدد من المواقع التاريخية الضاربة في القدم حيث تم تأسيس هيئة ملكية خاصة تهدف إلى وضع وتنفيذ البرامج السياحية والحضارية للارتقاء بها وجعلها قبلة سياحية عالمية للتعريف بالحضارات التي تحتويها بالنسبة للموضوع الجذب السياحي في العلا بعد المهرجانات وبعد الشتات انطورة اضاف شيء كثير للعلاء من ناحية اقتصادية ايضا من ناحية سياحية ايضا عرف كثير من الناس في العلا وما تمتلكه من جذب من ناحية التراث او من ناحية الاماكن السياحية والتراثية الموجودة في العلا الهيئة الملكية جت في الوقت المناسب كنا في الزمان ما كان احد يعرف مدى اهمية التراث عندنا في العلا والاماكن التاريخية عندنا الهيئة الملكية جت كل الشكر لهم كلمة شكر قليلة فيهم سوت نقلة نوعية للعلا بظهارها للتراث الموجود عندنا في العلا وزي ما انتم شايفين يعني اقبال والناس مستمتعة ومبسوطة في هذا المهرجان اللي هو يحمل عابق تاريخي يخص العلا وأهله وتأتي ضمن الفعاليات المقامة بمحافظة العلا الاحتفال بشتاء تنطورة وتأتي تسمية هذه الفعالية بناء على الساعة الشمسية القديمة والمعروفة باسم التنطورة والتي كانت تحدد دخول موسم الشتاء وتستمر الفعاليات حتى التاسع من فبراير من عام 2019 حيث تضم فعاليات تراثية وثقافية بالاضافة الى الليالي الفنية المستوحى من تراث العلا صراحة احنا مرة فخورين ونشكر الهيئة الملكية ونشكر لفتتهم لها وتطورهم صراحة مرة تطورت العلا وغير كذا يعني أظهروا حضارتنا وتراثنا القديم والحمد لله والشكر يعني على هذا والله اكيد انا من محافظة العلا اكيد بكون مسرور لان هذا شيء يعود علينا احنا يعني يعود على محافظة العلا اقتصاديا يعود علينا مثلا السياحة تكون عندنا في البلد تطور يعني حاجة حلوة جدا تعد العلا ومشارعها الحضارية احدى البرامج التي تهدف لصناعة مستقبل باهر بالمملكة العربية السعودية ووضعها على خريطة الدول السياحية في العالم وذلك من خلال تقديم تجربة فريدة وعصرية وتوظيف ما تحتويه هذه المحافظة من ارث تاريخي المتجذر في عمق التاريخ ولتكون تجربة تستحق ان تروى للقناة الاخبارية مصطفى عباس مصطفى عباس اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر